السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد رواية جديدة من النيابة العامة السعودية كل يوم رواية جديدة رواية جديدة رواية جديدة والهدف هو تبرئة محمد بن سلمان وكلما أصدروا بيان أو اعترفوا بشيء جديد يؤكدون التهمة على محمد بن سلمان الرواية الجديدة تقول بأنه سعود القحطاني هو الذي اجتمع مع هذا الفريق يعني مستشار محمد بن سلمان اجتمع مع هذا الفريق لإعادة خاشغدي المعلومة الثانية أنه تم تقطيع الجثة وهذا أول اعتراف من النيابة العامة السعودية بواقعة المنشار لطالما أنكروا وسخروا وضحكوا من فكرة تقطيع الجثة وها هم الآن يعترفون رسميا في بيان النائب العام أن الجثة قد قطعت طبعا هتتقطع بالمنشار طيب هم الآن يطالبون تركيا بالأدلة أدلة إيه يا عم؟ أنت تضحك على مين؟ ده أنت معترف من ساسك لراسك ما تحتاج إلى أدلة الذين نفذوا هذه الجريمة عندك أنت إذا كنت تريد أدلة فأنت اعترفت تماما تماما لكن هذه الاعترافات خلونا نؤكد أنها كلها لتبرئة محمد بن سلمان لإبعاد الشبهة عن محمد بن سلمان يقولون تم تشكيل فريق الاستعادة خاشخجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات اللي هو أحمد عسيري طيب يعني معقول أن المخابرات تتحرك بدون علم ولي العهد؟ معقول؟ يعني خلاص أنتم بتعترفوا أنه ترطور هو والملك؟ هذا الكلام لا يصدق إذا كانت الاستخبارات تتحرك بدون أوامر ولي العهد فمستشار ولي العهد على علم وسعود القحطاني مقرب جدا من محمد بن سلمان مش معقول يا جماعة لا تستحمرون إذا كنتم أنتم تقبلون هذا الكلام فنحن لن نقبل هذا الكلام كل هذه المعلومات وكل هذه الاعترافات لإبعاد التهمة عن محمد بن سلمان طبعا سيلسقونها بسعود القحطاني وأحمد عسيري ما عندهم مش مشكلة لكن أيضا لن نصدق هذا البيان حتى نرى سعود القحطاني وأحمد عسيري في غرفة الإعدام خلاص أبعدتم التهمة عن محمد بن سلمان طيب ورونها سعود القحطاني وهو متكلبش عاوزين نشوف صورته الحلوة كده الجميلة وهو في غرفة الإعدام التهمة ثابتة وقطعوا الجثة وأنتم قلتم ذلك وتحققون معه أهو قناة الإخبارية تقول المستشار السابق تم منعه من السفر وهو قيد التحقيق طيب عاوزين نشوف التحقيقات وعاوزين نشوف هذه الأشياء على كل حال الاعترافات التي اعترفت بها السعودية منذ هذه الواقع حتى الآن كل يوم تفضح أنصارهم الذين طبلوا وسخروا من فكرة تقطيع الجثة الذين قالوا أنه خرج من القنصلية الذين قالوا أنها كانت مشاجرة بسيطة وانتهت بموته وأن الجثة سلمت لمتعاون محلي الآن الجثة قطعت وسلمت يا سلام وهم الآن يرسمون صورة للمتعاون المحلي يعني ما يعرفوش المتعاون المحلي يا جماعة يا جماعة كل هذه البيانات عشان نختصر عليكم الوقت لتبرئة محمد بن سلمان يريدون إيجاد كبش فداء لهذه القضية وان شاء الله لن يفلحوا ولن يفلتوا بإذن الله تعالى ولكن أيضا سنفرح في سعود القحطاني وأحمد عسيري عندما نراهم في غرفة الإعدام أسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى هذا اليوم قريبا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته البيان ليس فيه جديد إلا اعترافات وتكذيب لأنصار آل سعود البيان ما هو إلا عبارة عن إبعاد للتهمة عن محمد بن سلمان وشكرا لكم